نتيجة ضعف الدولار الأمريكي الذي بدأ بشكل واضح متضرر من تغيرات وعدم اليقين وعدم الوضوح الذي اكتنف الأجواء في الولايات المتحدة الأمريكية بعد فشل تمرير برنامج الرعاية الصحية الجديد كذلك أيضا لدينا نوع من الاستفادة لليورو في الوقت الراهن حيث تزداد أهمية اجتماعات البنك المركزي الأوروبي في الأشهر المقبلة حاليا لأنه يتجه إلى تقليص برنامج تيسير النقد الذي يتبعه حاليا والذي هو بحجم 60 مليار يورو شهريا كذلك طبعا هذا يضيق أكثر الفجوة ما بين السياسة النقدية في الفدرالي الأمريكي وما بين المجموعة الأوروبية أو منطقة اليورو طبعا هذه التقلبات في سوق العملات إجمالا على حساب ضعف الدولار الأمريكي وتوجهات نحو تشديد سياسة نقدية سواء في كندا في أوروبا وأيضا في أستراليا طبعا هذا ما يشهد الأسواق تقلبات في الوقت الراهن وكذلك تستفيد منه بعض الملاذات الآمنة كالذهب الذي نراه يرتفع في الوقت الحالي بلا شك تغيرات سياسة النقدية سوف نراها أكثر فأكثر في الفترة القادمة ولعل أبرز المتغيرات في السياسة النقدية ستكون من المركز الأوروبي بحديث أكثر عن تضييق وتقليص برنامج التسير النقدي هناك عمولات مرتبطة بالنمو الاقتصادي العالمي كالدولار الأسترالي والنيوزنلندي هل هذه المكاسب هذه العمولات فيها مؤشرات على النمو أم هناك فوارق اليوم بظل المعطيات الموجودة حقيقا استفادت هذه العملات على وجه التحديد من البيانات الإيجابية الصينية التي تعتبر شريك تجاري كبير لكل من أستراليا وأيضا لنيوزنلندا حيث الصين بياناتها التي كانت عن النمو ناتج المحل الإجمالي أفضل من التوقعات والإنتاج الصناعي تعطي إشارات إيجابية إلى أن هناك نوع من موج التحسن إجمالا في نظرة نحو النمو العالمي في الفترة القادمة ولعل أبرز الدلائل جاءت على يد ثاني أكبر اقتصاد في العالم الصين ببياناته التي صدرت يوم الاثنين وكذلك ننتظر محظر اجتماع للبنك الاحتياطي الأسترالي وبيانات التضخم أيضا التي قد نحصل منها على إشارات حول نوايا صناع سياسة في أستراليا على سبيل المثال في تشديد سياسة النقدية ولو كان لدينا بيانات مخيبة أمال بعض الشيء اليوم من نيوزنلندا في مستوى التضخم أدنى من التوقعات لكن لا يزال هناك نظرة مستقبلية إلى أن هناك تحسن بعض الشيء في توقعات نمو العالم في الفترة القادمة وعلى وجه التحديد في المنطقة الآسيوية أيضا بالنسبة لموضوع التضخم هو نقطة أساسية للفيادرالي الأمريكي وحظوظ رفع سعر الفائدة قريبا تراجعت قليلا إلى 43% تقريبا كتوقعات إلى أي حد أيضا هذا الموضوع سيعطينا ضعف إضافي على الدولار في المدى المنظور طبعا الدولار الأمريكي عندنا مستوياته في حوالي 10 أشهر حاليا كمؤشر أمام مسألة من العملات هو كما تفضلت هي بنتيجة انخفاض إمكانية رفع أسعار الفائدة ولكن أعتقد نوايا الفيدرال الأمريكي كانت واضحة حيث أن علامات التحسب في الاقتصاد الأمريكي في سوق العمل وفي بيانات التضخم تفرض على الفيدرال الأمريكي الاستمرار بأجدته في رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي وتشديد السياسة النقدية وبالتالي لا يزال هناك المجال أو الإمكانية لرفع ثالث هذا العام يعني قبل نهاية هذا العام منتبل الفيدرال الأمريكي ولكن التعويل يكون على عدد برات الرفع في العام القادم على سبيل المثال شكرا لك رئيس قسم الأبحاث في أكوتي جروب رائد الخضر